اخوتي مغربة السلام عليكم هاد النهار الـ 27 جوية 2023 نهار الجمعة تكلمت في احد الفيديو على العنف اللي تمارس في كوميسارية بتيكيوين مدينة اقادير على مواطنين كلاوت صرفيق كلاول عصى البونيا مخلو انواع ديال تشرشيم وقلت في الفيديو واش زمان البصر يرجع هاد الفيديو تصوره معايا انشرته مع الحضاش ديال الصباح هادش يرجع الفيديو في 34 دقيقة يعني المديري العام اللي انشرته مع الحضاش واذا يكونوا شافوه 11 او 12 وش كتعرفو بان مع الجوج ديال العشيه طاح البلاغ ديال المديري العام الأم الوطني بان السيد المدير العام الحموشي اعطى التعليمات ديالولي فتح تحقيق فهاد الموضوع ما اطلوش وهدش لي كاجبني في المديري العام الأم الوطني هذا البيان أو هذا البلاغ يقول بأنه سوف يدار بحث دقيق في هذا الموضوع وبأنه سوف يتخذون التدابير على حساب هذا التحقيق الذي سيكون وكيف تعرفون نفس النهار الجمعة؟ ناس من الفرقة الوطنية خمسة دياليزوفيسية كبار شدوا الطرق الأقادير المفتشية العامة ولكن الفرقة الوطنية وجاءوا هنا الولايات أمنى قادير عندما تدخلون هنا تلجوج الصباح أو الجوجونز الصباح بواحد الكاتكات وكيف تعرفون على الصباح فاقو مشوا للسجن أيتم اللول واخدوا الإذن ديال السيد وكيل المالك ومشوا تصنطو الضحية اللي كان في السجن تم سامير وعودوا مع هلانكات وعودوا تصنطو ليخدوا الوقت كافي تم ومن بعد عيطوا على العائلة زوجة ديال سامير البنت اللي تهيكلت الصرفيق وهي غير شابها اللي شاكي صدقات وكلت الصرفيق صدقات بوليسي هو اللي كيقلب فيها في الوقت اللي خصتها تكون بوليسية واتقلابتها عنده الضوابط دياله تصنطو الأخ ديال سامير تصنطو البط الشابة المهم تصنطو القاعد الناس هاد البوليس هادول هادول هاد الفرقة الوطنية المدرية العمل أم الوطني لما كاتصفت شي واحد أي إدارة وجايل أقادير كتباليها العطلة كتباليها جيرتاح كتباليها القصارة وبخير وعلى خير ولكن هادو ما كعينش واصلين في الجوجة انصو لثلاثة صباح حسب ما علمت دخلوا اللوطيل احطوا حواجهم فاقوا الصباح أب ما كينش ذاك شي ما عطلوش ما كيش الراحمة وكاتعرفو التحقيق مع العائلات ابقى حتى الثلاثة صباح ثلاثة صباح من الجوج ديال العشير الثلاثة صباح وما كيدخلوهم بواحد بواحد اللي كيهمني في هاد شي كامل عو تاني هو أن الفيديو اللي در تنهار الجمعة وهاد الناس يتعرضوا العنف من طرف أمنيين ما يتعودش يطرى في شي كوميسارية ديالنا في البلاد في المغرب كامل لما كان نقول ما يتعودش يطرى هاد السيد سامير اللي دبه في السجن ولا الشابة أسماء ماشي شي مقرقبين ماشي شي مشارملين ماشي كانوا هزين السيوفة ناس مواطنين مسالمين هادوك اللي هزين السيوفة وكيهددوا السلامة ديال المواطنين ولا يبغى يقتلوا ولا مقرقبوا ولا شنو والبول يستعمل معهم العنف ويستعمل حتى القرطاس احنا مدعمينو ما كانش مشكل ولكن مواطن عادي مسالم وتشدو تعقليه قتل الله صا ما مقابولاش ندخل لكوميسارية وانت مخلوع وانت غدي غي تصعب ورقة تكتولي مخلوع ناريش غاي ديروليا ولا شنو انتم غادي تسمعوا القصة والشهادة ديال الاخ مصطفى لي اخو سامير ديال اسماء وديال سوكينة الزوجة ديال سامير ما يتلجو الصدر هو إليك انتي على حق في بلادك وعارف القوانين ديولك مكينش ليحيد لك شي حاجة ها هما هاد الناس هادو عاودو العنف لتراف كوميسارية كون غير جعنا واحد الخمسطاش لعام اللور وكون دار هادشي كون جاد والمفتشية كون قلبو عليهم القفة وقالو لهم اللاسي وانت هاليدرتي وانت هاليدرتي وانت هاليدرتي باش يبينو بان البوليس كانوا بيخير وعلى خير ويزيدو يغرقو هاد الناس هادو ماشي هادشي لترا جاو بوليس للحقيقة كن كذبوا غادي علقوهم مني كتكون صراحة غادي نصفوهم وهذا شي اللي بغينا وهذا هو الهدف من هاد الفيديوهات اللي كان نشر وكتعرفوا كما قلت لكم ما يطلجوا الصدر أولا شوفوا المديرية العامة للأمل الوطني كيفش التعاملات مع الفيديو بسرعة بالاحترافية باللي بغينا وكتعرفوا بأن المديرية العامة للأمل الوطني عاطية واحد التعليمات صارمة البوليزيا المغرب كامل كيفش يتعاملوا مع المواطن وهذا واحتد lokالبوليز كي كلهم يداروا لهم دورات تكوينية غير المؤخرا عوي تاني كان دورات تكوينية هنا في أكادير البوليزيا الأكادير يا اللي كيكونوا في س итоге يا البي جي كلوا عدين كيفش تعاملوا مع المواطن كيفش هذه وكل حالة كيفش غادي تتعاملوا معها هاتشي كله مزيان ولو كنت كان بغي هات الصرامة وهت الاحترافية اللي كين في المديرية العمل الأمر الوطني نشوفها عند وزارة الصحة نشوفها عند وزارة ثقافة نشوفها في الرياضة نشوفها في العلم نشوفها بزيف دي الإدارات المهم كتعرفوا بحل المديرية العمل الأمر الوطني راح بحل عن الضارك الملكي تاهما وما قي يعطلوهاش وانا غان ونشرح لكم واحد الملف من بعد غانتكلم عليه في الفيديو تقريبا بحل هكا السرامة والاحتراف فيه وفي كل شي ما يمكن لي إلا نحيي المديرية العامة للوطني كنتعرفون لما تكون زوينة راني كنقولها خيبة راني كنقولها اليوم الاثنين غادي نستضف مصطفى أخ الضحية واللي راه هو في السيجن دابا سامير اللي يطلق صراحه غادي نسمعو الأسماء الشابة لتهية التوهمات وزيد وزيد وسوكاين الزوجة ديال سامير وغادي تسمعو كيفاش يعني الفرقة الوطنية كيفاش تعملوا معهم واش كين ذاك التخنزيرة ديال البوليس واش كين ذاك العنف اللفظي واش كين ذاك القوالب ديال البوليس ما غادي نقول لك في شي كلمة واش نو نعطك شي حاجة واش غادي نعطك شي محضر وما غاديش تسيني عليه ولا شنا وبزمنك ونخلعك وذاك شي واش غادي نمارس عليك الإرهاب باش هادوك البوليس نطلعوا مبيضين مداريتها حاجة وانتو ملي فيكم الغالات اسمعوا معايا الشهادات ديالهم خوية مصطفى السلام عليكم ايكم السلام ورحمة الله كل شي بخير الحمد لله بارك الله فيك غادي تعود لي بالتدقيق على التجربة اللي عشتي البارح في ولاية أمن أقاديا وصلتي مع ربعونص لخمسة ديالعشية مخرجتي تلتة تصباح انت وسوكينا أسماء الوليد ديالها كلكم تلتة تصباح الفيديو اللي درنا نهار الجمعة ان شاء الله بغينا الإنصاف ديالسامير وديالأسماء الشيء يوقع عليهم ولكن الهدف منه الكبير هو بأنه هاتشي ما عودش يطرأ في شي كوميسيارية في بلادنا ياك؟ أي مواطن كيف ما بيكون نوع؟ احنا يا سامير إنسان مسالم عادي ما كان هسيف ما مقرقب ما كهدد السلامة ديال المواطنين ما التحجة لكيبرر العنف ديالبوليسي شي واحد هزم قرقب وله السيف راح كلا نقع السلاح ومحنا معناش مشكلة كمواطنين المغاربة لأنه هذا كيهدد السلامة للناس سامير شكل واحد آخر بغيت نسولك خواه شكو اللي عيط لك وقال لك أجي الولايات أمن قلت ليا الكوميسير ديال فرقة الأبحاث الوطنية تصل بك التليفون تصل بيا مع العشرة ديال الصباح أيوة قل يا السين الصفاء قلت ليا إيه قل يا راح معاك كوميسير ديال فرقة قلت ليا مرحبا قل يا فين كين قلت ودي كين في الخدمة قل ياك ما بعيد قلت ودي كين فهد بصها كيقول ليا عيد ميلك قل يا بعيدة بزاف قلت واحد تمانين كولومتر تقريبا بينه وبين أقدير قل يا صافي ما عشغة تدوز عندنا قلت ليا ممسالي خدمة أشياء قل يا مزيان لك الجوش ثلاثة قلت ليا ودي حسب لي ثلاثة ونص يلا ندخل تبو حسب لي ربعة ونص يلا نكون عندك قل يا ما شي مشكلة تسنوك توقان جي احنا خوض راح تقوخدم عداء خاطرك مني تجي ودوز عندنا كيفش تعمل معاك ولا كيفش كان الحوار بين كوبينو واش اللي كتابو ليسيت ولا حوار زع ما مع إنسان متقاف متضاف كبير في الدولة زع ما كي مشكلة واش إنسان في المستوى صراحة ما كلا البغول يسجل هنا ولا دابا إنسان صنع لك قدم لك راسه بكل رياحية تنتفش استقبلت المكالمة دي لوسمتي يعني ارتاحتي من داخل دي يعني محسيتش بشي شي لفض عن فيه ولا يعني سيد فاش هضر معي حسبتو بحال خويا صنع ليا ولا الصديق ديالي ولا شي واحد تتريك أنا عارفو وصلت لولاية أمن لقيت كي تصنتو لأب دي الأسماء ياك لجيت لقينو ومازال ما دخلو آه مازال ما دخلو مازال ما دخلو لقد تصنتو لأب دي الأسماء ومن بعد تصنتو لأسماء وانتالي تبعتيهم عطلنا نو سوكاينة قوه الزوجات ديال سامير اي اي مالي دخلتي عندهم اي كيفش كانوا الأجواء اي كيف كانوا هما دي الناس اي كي كانوا ربعا دي الناس في الداخل ديال البيرو ربعا دي الناس و الخامس مرة مرة كيدخلو كيدخلو كيدخورش اي كي كانوا الأجواء مكهربا لا بالعكس أمر غادي عادي تابولي سيت نا واني انسان الناس بحيدة داخل غالشي بيرو ديال سامسلاحات قضي غارض ديال كودخورش في حالات يعني عادي دي استقبال كي مش كان الانستقبال وزعني واش ديك بيالك أنا بوليسي رايح للارض او لا كيخلع ولا دك العنف الزعمالية بالعكس 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 عيطاليا السامسطفى قلتين عام قال لي هجيوا جيت قال لي هجيت تنتي يا للا دخلنا السلام عليكم عليكم السلام صافي بقنا مريحين قاوما كيقاتي في المسائل يالهم سولوك تفاصيل على الامور كلها سولني داروا معي بحث دقيق يك بالتفاصيل كل شي اهه لأنا البحث اللي داروا معي داروا معي تقريبا من اللوقت فاش تشدات البنت ستالفوق فاش كتب في سي دي بي بي وعاد جاي من سي دي بي بي وهم متبعين معاك متبعين معاك بالدقيق قابل دا كيفاش جي تي وكل شي الامور لا هتسولوني قال لي هجي فاشو قعدة بدأت تسقطي الخبار قلت له مهداني عيطت علي الأخت ديالي قلت لي يا قول سامير يشوف رعاك تشتات راكا اللي كان في العمارة قال لي قلت لي واشتعنتي اخويا التليفون وصونا عليها وهزو البوليس النمرة ديالي قال لي شكو اللي عيط عليك انت البوليس قلت لي لا ما شهر في الخلق قطأي عيط عليها السندك هو اللي عيط عليها وقال لي أجي تيروح لهذه المشكين من بعد قلت لي ما مشهد عن السندك ما هي إلى شي خمسة تحقيق وقلت عليها وكفو عليها البوليس واحد القادية قلت لي هاليا زويلة هو لما سألتوا تحقيق كلكم مع ثلاثة صباح تقريبا قال لي هالناس ديالفرق واشكي اللي يوصلكم لديوركم أم لا قال لي واشنطو مابعاد قلت لي كانوا يوصلكم هو ما يوصلكم تلديور هذه الفكرة اللي سنتجت أنا فأسسوني قلت لي لا رغان خرجو وانشت الطاكسي غان مشي اشنو الفرق ده بحد الناس هادو هديرها الفرقة الوطنية وزمان ناس خيرة البوليس ايك اشنو الفرق بينهم وبين البوليس تيكيوين ده بشتي تعاملتي مع نزيل تيكيوين تعاملتي مع الفرقة الوطنية شنو الفرق بينهم الفرق اللي كين وهي كاتح السبراس كم امن كاتح السبراس كنت حتلاح حماية دي الامن الوطني من دي الناس دخل دي مرتاح ما كان سترس ما كان زيار كاتخلو بعدها كيخلوك بعدها واحد نصاعد قريبا غاقلز كاترتاح نتان فسانيا من الداخل دي كاترتاح ما كتكونش عندك دي كالخلعة ولا كاتكون سترسي والله معصاب كيخلوك مرتاح قولي يا أخويا لما واحد لوقيته في الليل وهو ما داب التحقيق معاكم جابوا ليكم العشاء ولا خلوكم من شهرين تماما لا لا عطونا لشان جابوا ليكم العشاء وبعدها تعشيتوا على حسن الفرقة الوطنية وهذا شي يطلج الصدر أنا بعدها كان فرح مني كنسمع بحال هاد الأمور هذي اللي هي دي جست اللي هما بساط ولكن عند المواطن شي حاجة كبيرة شي حاجة كبيرة فهنا لأن كيف الفرق دابا بين هذا وهذا يلا غير في التعامل كما سوتك في اللول بين الفرقة الوطنية والكميسارية دي لتكيوين دابا أنا كتعرف بأن الاحترافية كنا في العمل والجدية والمعقول والناس معقولين رغم كذلك يكونوا الناس قارنوا في المستوى رغم يكونوا في مناصب دي للمستوى ماشي تكيوين كتجي مع معدخلا كتسمع الرابع ومعدخلا بعدان كتدخل كتلق لقلي هدا لباب كاي فين غادي اول حاجة لا السلام عليكم لا سلام لا كلام فين غادي ارى التليفون ارى لكارت الراعب يشدك بعدان معدخلا هادي معدخلا اي حاجة بيتسنب شهادة تسكنها بيتدير شكاية اي حاجة بيتدر الله لا تتعتقل هذا هو اللي كتتتصور وكتدخل دابو قلبك يضرب 180 والله العظيم بالله الله يصاب الحمد لله دابا الامور والاجواء داست مزيارة كل شي دازمزين كل شي دازمزين اسماء السلام عليكم عليكم السلام دوسي تجريب البارح في ولاية امنى قادير احا كانت من اشما ساعة وصلتو وصلنا نحن معجوج معجوج ثلاثة الصباح يعني تقريبا راح نص نهار لي لو انتم تم مدهوس ساعة 13 ساعة كيف جاءتك 13 ساعة في ولاية الامن عند البوليس دازت بحلا ما كينش عند البوليس بحلا غي كين معشي جمعية كانت انك تقول يا داس كحلا زحلا ومخلوع بالعكس والله ما دست ما دستش خيبه ومحسيش براس بلا عيطوا عليك البوليس او عيطوا الوالد عيطوا الاب ديالي عيطوا لي قالوا لي واشكينا معاك البنت اسماء قال لي هم اللعنة ما كينش راكينا في البلاصة قال لي صافي قال لي إلا سالتي جي لانتوي ها ويقول لي الاب ديالي قال لي راما اعطيني انا يمن من 12 التحسي اللي غادي نجي لانتكم الولايات المهم تدخلوا جاو لابقين هاي فم الباب تجمعتو كاملين اعا تدخلوا بمجا سيمسطفا وو سوكينا جاو صافي وهلي جاو جاو الامن جاو معار معونس دقريبا صافي دخلنا بقوا دخلوا الاب ديالي ولا بقوا كيستجوب فيه من بعد اللي دخلت انا انا لو بريت كنت بني دخلت عندهم هاي 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 الهدف هو بغينا مغربين افضل ومغربين افضل بغينا التل امن نكونش ها نكون افضل زيان هاي 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 دخلوني السلام وعليكم كي بقيت من المشاكل كي كان تعامل ديالهم معك والهضراء طيبين نصلع مراد ركاملين مخنزر فيك حد ما خلعك لا فاش قلسا معهم بحلا قلسا وسوط العائلة ديالي كان الهد المستوى اا كان هضرو بحلا كان هضرو مع العائلة ديالي بحلا كي يسولوا في العائلة ديالي ما ما حسيتش وراسي باللي را كينا وسط الضغط كي كنت في الكوميسارية تعتيكي وين ما ضغط عليك حد ما ورك عليك باش تقولي شي يا هضراء لا 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 بالعكس كل شي تسولوني كي سولوني عادي تيهضرو معايا بحلا أني بنتهم ما تيهضروش معايا بشي حاجة لا 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 بالعكس انس لا اضحك وجههم بشور كلهم كانوا خمسة كانوا خمسة كانسين كيكتب سورديناتر الأسئلة التي سوالك عودوا معك البحث كامل البحث كامل من اللي جوا عندي البوليس لدار المره لولا ديالتي ليلة حتى الفينال من اللي خرجت شنو الفرق بين كوميساريات تيكي ولي البوليس تيكيوين وهد العناصر ديال فرقة الوضعية شنو الفرق بين كوميساريات تيكيوين وليت انا كنشك في راسي كنقول واش انا متاهمة وليت انا متاهمة مش حالة حاجة وليت كتحسي براسك بلير انتي بحالة قاتلة اما هاد الناس اللي بالعكس تعملوا معي زوين بسافة اللي بللي حسيت براسي بليراه كينا وسط الامن اما ديك ساعات وسط هديد وسط عنف وسط ضرب فاش كتشفي واحد الانسان كي يقول لأسا قدامك راكات كي يدربو هاداك الانسان را يدربوك انتي اش خسرين را ما يخسروا والو سولوك على القادية ديال علش قلبك راجل واشو قلبك بوليسي او لبوليسية سولوك سولو لي قالي مخصوم شو قالي يمشي من القانون قالي انه يقلبك لي وطيك لي مانجي من قول عاود معك التحقيق كامل عاود معي كل شيء من الول وتسندوليا وطولي المحضر ديالي قريته وقريته بشوية بلتي عاود لي هدي ديال المحضر لاني منك تكندوي معاك اه دبام لي ساليتي ام ايك انتي ساليتي اه قالوا ليك هاكي سيني ولا هالمحضر ولا شنو في الاول قالوا لي يا مفاشق سالو قلت ليهم انا قلت ليهم امراه قلت ليهم مغادينسني قلت ليهم حتى نشوف هذاك شي حداش ما كيف وقالي المره اللونة ما بدش وقالي المره التانية كيفش تعملوا معاك مني قلت لي عليهم بدك يضحك ويقول لي منحقك بنتي اكا قال لي قال لي منحقك بنتي قليك وما قلت ليش لي قال لي انا اصلا كتادي نعطيك قال لي غانا خرج جغي الورق وادين اعطيك قال لي تقرأوا معاك فالوقت اللي ديالتي كيوين قال ليك ما عناش الوقت اه هذا كله هذا كمسكينة طاني وقت كتير كثير بزاف شحلو انتي معاه ولا انتي معاههم في البيرو من تسعود تاليل حتى التناش تلطنة تلتة تسويع وماك يحقون معك لي اه منحسا اراokerنا في تحقيق وخلال تلتة تسويع زعم ما ما باش تadyكش الرعب اوه قلس مع الفرقة الوطنية ناري لالا في الاساس هان اقرأوا ما هانا قيراني هان شيئان لا 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 وفي الاساس يكونوا خيبين كيبان فيهم لا دا كلها بالعكس تم اربطوا معي اللي تلطني موارد لها حتى تثلوا والراحة النفسية كان أكبر الجلد من المحضر تضعها أعيذ القرية الأول من أجل سهوية حقا المحضر تحريح بكلمة قرية الشخص حقا سمعت أعيذ القرية ؟ قرية ربما يزال هي ربما تكتب المعض الحمد لله الحمد لله يمكن أن يتعود في التقاف الأمن الوطني من هذا الرعب الذي يدزع لك أما أنت تقول الأمن هذا هو الأمن أما أن الأمن يرى تقول الأمن في حماية المواطنين لا يحمي المواطنين لا يحمي المواطنين و أنت وقلت ثلاثة صرفيقات و السبا للتبيتي لا يجب أن تدري شيئا لا يجب أن تدري أما أنت أمن في البلاد لا يجب أن تقول شيئا صحيح للا سوكينا السلام عليكم عليكم السلام كنت في الكوميسارية البرح وليت أمن أقادير وستمعوا لك الناس الفرقة الوطنية أريد أن تعود لي كيف يفعل الأول الاستقبال كيف كانوا لك الناس الفرقة الوطنية كيف تستمعوا لك كيف كان عنف كيف كان شيئا كيف تستمعوا لك كيف تستمعوا لك أنا معي الجوش الجوش الصباح جوش الصباح أول ما بعد بدنا أدخل مع اليوم أولا ما بعد كيف كانت تدخل مع البرحة edeحة اهى كيف كانت تعامل معك لا يجب أن تدخل شعور كيف كانت أكل مصف اللغة تابوليسيط أساسي ما قد حسش قعب رسك باللي رأى في شي كوميسارية ولا في شي استنطاق ولا في شي حاجة ولا نهائيا 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 باللائق لائق بزاف مشغل شوية هيك الوقيته فاش كي سولوك على راجلك على شنوترا كيفاش هما سولوني نقطة اللولة اللي سولوني فيها هما هي باش من طريقة عرفتي اه ايوا باش من طريقة توصلتي الخبر دي لاتشي كامل اها قلت لانا عرفت عن طريق والدي انا كنت فدار كليما بيام معلي حتى دخل كليا والدي وطلح علي ابقى كيف كي وما مرى بابا ضربوه في كوميسارية ما مرى وولدك كان معا اااا وولدي كان معا عمو كان في كوميسارية مع امو كان مع معا هو مل اول ايه بعد ذلك من يدخل دخل وولدك كي جري بابا ضربوه دخل في حالة يستيرية دخل في حالة يستيرية اطرره وشو صفر بابا ضربوه قلتها تمضي مع المباردة في النشطة حقاً محقاً حيث عندي قداموه ودكشي 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 كالتالي عنده واحد من الدرام مختلفة على البوليس كمثال دكنار يلعب مع أولاد عموة على الباب قال له انت تحضر الارض انت قال لي دير شفار وطاح في الارض وغادي يجي عندك البوليس يقول لي وانا عن قتل البوليس هكذا هكذا انا تنشوف فيهم ونشترجم في راسك واحد القضية ده بابني كانت تكلموا على هاد الواقعة راه ولدك خاسوا واحد المواكبة نفسية من عن الطبيب نفساني لان هادك الصورة ديال البوليس كيشتف عليه على راجعك راه دوك تلتية من اللولة هكذا قد تكون شي ثلاثة المرات بالليل هو كيف يقول لي ماما امتى غي يجي بابا حتى هذيك الصورة ديال البح كيشتف عليه البوليس غاتبقى لاثقافيه حتى يدير سبعين عام ويطول الله العمر يعني خاصك ضروري تشوفي طبيب نفساني باش يتبع معاه باش ديك الصورة ما يكونش عنده نعيكاسة لانه امني غادي يكبر را ما غاديش يحمل المغزن ما غاديش يحمل البوليس لان ذا كل البوليس ضربوا ليه البح وشاف كل شي قدام عينيه معلوم غادي يكون عنده اضطرابات نفسية يعني التف ومني غادي يكون باقي شاب يعني ستاشل عام سبعتاشل عام وبدك يصحاح والله يطول له العمر غادي يكونوا عواقب غير باش ما تتسكش تنساي هاد الواقعة ضاروني مطاري طبيب نفساني تمشيوا عنده ديو الدري وتحكيوا ليه باش يتبع معاه هاد الامر مهيم والناس ينسوه من بعد الدري ديك يقول لي عنيف غادي يقول لي عنيف غادي يبغي نتاقم من البوليس من المخازنية من الجدرمية من اي واحد تعدولي على بواحد اه بسرع غير باش مجبننا هاد الهضراء خاصك ضروري تحطيها قدامك ان شاء الله يتسطلق راجلك اللي كيتواجده بافسيجن ديال يتملول وتصلح الغالات وتصلح هاد شي كله كيف مجيك في التعامل اللي كنتي شحان بقيت عنده مساعد المكانة تقريبا ساعة احنا انا ومصطفى متعطناش بزاف ساعة نوك داز التعامل مزيان كل شي هو هاد مزيان مزيان غير الاسئلة يسولك الخاطر ما الفرق بينهم وبين تيكيوين بوليس تيكيوين هم بنتي كيوينها بزاف انا مشيت غير نشوفوا حتى صدقاء مدخلني كيدي يا محضر بزاف فرق بزاف هم بوليس كلهم بوليس كلهم بوليس ولكن شي ما كيش بالشي ماشي بحال بحال كلهم كان فرق كبير